بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على عشرة في الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف من برامج ومعاهد التربية الفكرية لصف الرابع ابتدائي مادة الرياضيات أحبايا الطلاب والطالبات قبل أن نبدأ في هذا الدرس يجب علينا إزالة جميع المشتتات ثانيا الاستعداد جيدا للدرس ثالثا متابعة التمارين بالكتاب هيا نبدأ درسنا لهذا اليوم وعنوان هذا الدرس مقارنة الأعداد من العدد واحد إلى العدد عشرون إذن أحبايا الطلاب والطالبات هيا نتعرف على أهداف هذا الدرس أولا أن يتعرف الطالب والطالبة على مقارنة الأعداد من العدد واحد إلى العدد عشرون ثانيا أن يميز الطالب والطالبة علامات المقارنة بين الأعداد من العدد واحد إلى العدد عشرون ثالثا أن يسمي الطالب والطالبة علامات المقارنة بين الأعداد من العدد واحد إلى العدد عشرون خامسا أن يكتب الطالب والطالبة علامات المقارنة بين الأعداد خامسا أن يقارن الطالب والطالبة بين الأعداد باستخدام علامات المقارنة بين الأعداد من العدد 1 إلى العدد 20 أحبايا الطلاب والطالبات إذن شاهدوا معي هنا يا أبطال هيا نشاهد هذه الغابة إذن ماذا نشاهد هنا يا أبطال؟ نشاهد هذه الغابة إذن لدينا يا أحباي الطلاب والطالبات هذا التمساح يمشي في النهر في الغابة وشاهد هاتين الشجرتين إذن هذا التمساح يمشي في الغابة وشاهد هاتين الشجرتين إذن أحباي الطلاب والطالبات هذا التمساح يريد أن يأكل التفاح إذن يريد أن يأكل التفاح أي الشجرتين سيختار التفاح الأكثر أم الأقل أحباي الطلاب والطالبات إذن شاهدوا معي هذا التمساح هذا التمساح يريد أن يأكل التفاح وشاهد التفاح على هاتين الشجرتين إذن هذا التمساح ماذا سيختار؟ الشجرة التي فيها خمسة تفاحات أم أربعة تفاحة أم تفاحتين إذن هنا لدينا خمس تفاحات ولدينا هنا تفاحتين إذن ماذا سيختار؟ أحسنتم سيختار الأكثر إذن خمس تفاحات إذن أحباي الطلاب والطالبات شاهدوا معي هنا قمنا باستخدام علامات المقارنة بين الأعداد إذن قمنا باستخدام علامة المقارنة بين الأعداد إذن قمنا باستخدام علامة المقارنة بين الأعداد إذن هذه العلامة هي علامة أكبر من إذن نشاهد هنا أسنان هذا التمساح متجهة للشجرة التي فيها خمس تفاحات أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات إذن ها هو التمساح أكمل سيرة ووجد هذا الكعك المعلق على الشجرة إذن نشاهد هذا التمساح يا أحباي الطلاب والطالبات إذن هذا التمساح أكمل سيرة ووجد هذا الكعك المعلق على هذه الشجرة إذن أي الشجرتين سيختار يا أحباي الطلاب والطالبات بالطبع طبعا سيختار الكعك الأكثر إذن نشاهد هنا يا أبطال لدينا في هذه الشجرة واحد اثنان ثلاثة إذن هنا لدينا ثلاث كعكات ولدينا هنا واحد اثنان ثلاثة أربعة لدينا هنا أربع كعكات إذن هنا لدينا ثلاثة ولدينا هنا أربعة إذن قمنا باستخدام علامة المقارنة بين الأعداد علامة أصغر من إذن قمنا باستخدام علامة أصغر من إذن أحباي الطلاب والطالبات هذا الرقم ثلاثة أصغر من الرقم أربعة أو العدد أربعة إذن قلنا أن هذا العدد ثلاثة أصغر من أو أقل من العدد أربعة أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات شاهدنا قبل قليل هذا التمساح حينما تجول في الغابة إذن قام باختيار الشجرة التي فيها التفاح الأكثر وأيضا اختار الشجرة التي فيها الكعك المعلق الأكثر إذن هيا نشاهد هنا يا أبطال رموز المقارنة إذن ها هي رموز المقارنة بين الأعداد إذن لدينا هنا يا أبطال إذن لدينا هنا لدينا هنا هذا الرمز إذن شاهدوا معي يا أحباي الطلاب والطالبات هذا الرمز إذن هذا الرمز هو رمز أكبر أكبر منه إذن شاهدنا أسنان التمساح قبل قليل متجهة للعدد الأكبر وهذا الرمز يا أحباي الطلاب والطالبات هو رمز أصغر منه ولدينا هنا هذه العلامة أو هذا الرمز هي علامة يساوي إذن أحباي الطلاب والطالبات هيا نشاهد هنا لدينا هذا الرقم لدينا الرقم خمسة ولدينا الرقم أو العدد ثلاثة إذن إذن سوف أستخدم رموز المقارنة بين العدد إذن هنا خمسة إذن هنا خمسة أكبر من العدد ثلاثة إذن سوف أختار رمز المقارنة أكبر منه إذن أحباي الطلاب والطالبات إذن لدينا هنا أيضا العدد أربعة إذن لدينا هنا العدد أربعة إذن لدينا هنا العدد أربعة ولدينا هنا العدد خمسة إذن سوف أختار رمز المقارنة إذن هنا لدينا أربعة أصغر من العدد أصغر من العدد خمسة إذن هنا أربعة أصغر من العدد خمسة إذن سوف أختار رمز المقارنة بين الأعداد أصغر من إذن سوف أختار أصغر من إذن أحباي الطلاب والطالبات لدينا هنا العدد خمسة ولدينا أيضا هنا العدد خمسة إذن سوف أختار رمز المقارنة علامة يساوي أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن أحباي الطلاب والطالبات هنا استعمل علامة أكبر من وأصغر من وعلامة يساوي في المقارنة بين العددين أحباي الطلاب والطالبات ماذا نشاهد هنا نشاهد أوراق الشجر إذن لدينا هنا ورقتان هنا لدينا ورقة واحدة إثنتان ولدينا هنا ورقة واحدة إذن هيا نستخدم علامات المقارنة بين الأعداد إذن هنا لدينا إثنان أكبر من العدد واحد إذن هنا إثنان وهنا العدد واحد إذن سوف أستخدم علامة أحسنتم أكبر من إذن سوف أستخدم علامة أكبر من إذن العدد إثنان أكبر من العدد واحد إذن نشاهد هنا العدد إثنان وهنا العدد واحد إذن استخدمنا أكبر من أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات إذن لدينا هنا إذن سوف نستعمل علامة أكبر من أصغر من وعلامة يساوي في المقارنة بين العددين إذن أحباي الطلاب والطالبات ماذا نشاهد هنا هذه البلونات ثلاث بلونات حمراء ولدينا هنا أربع بلونات صفراء أيهما أكبر إذن أحباي الطلاب والطالبات ثلاثة أصغر من العدد أربعة إذن سوف أستخدم علامة المقارنة بين الأعداد أصغر من إذن نشاهد هنا استخدمنا علامة أصغر من إذن أحباي الطلاب والطالبات العدد ثلاثة هنا أصغر من العدد أربعة إذن سوف أستخدم علامة المقارنة بين الأعداد أصغر من إذن هيا نشاهد هنا إذن شاهدوا معي هنا يا أحباي الطلاب والطالبات هذه العلامة هذه العلامة علامة أكبر من وهذه العلامة علامة أصغر من وهذه العلامة هي علامة يساوي إذن أحباي الطلاب والطالبات ها هي علامات المقارنة بين الأعداد أكبر من أصغر من وعلامة يساوي أحسنتم يا أحباي الطلاب والطالبات أشكركم على حسن الاستماع كان معكم الأستاذ ثامر عبد الرحمن العبد اللطيف وإلى درسنا آخر